ازايكم عاملين ايه يا رب كلكم تكونوا بخير انا النهاردة عامل حلقة دي ده حلقة مقارنة ما بين محمد صلاح وساد يومني ده في الجزء الاول اما في الجزء التاني هيكون فيه موضعين موضوع الاول حتكلم على الخسارة المادية الضخمة للاندية بسبب تفشي مرق كورونا اما الموضوع التاني انا هسألكوا سؤالين علاقة بالكورو وانتوا حتجابوا عليه في الكومنتات والناس اللي حتجابوا على السؤال صح حاول قسميها ان شاء الله في الحلقة الجاية وانسير فاخر الحلقة فيه مفاجأة انا عملها لكم يا رب الحلقة اتعجبكم وعودوا في البيت يا رب يحفظنا ويحفظكم من اي مرض يلا نخش في الحلقة انا بالنسبالي محمد صلاح احسن وانا بالنسبالي ساد يومني احسن طب ايه رأيك نقارن ما بين محمد صلاح وساد يومني بالاركام انا موافق علشان سواصق ان ساد يومني احسن من محمد صلاح اوكي يلا بينا نشوف محمد صلاح محمد صلاح لعب 26 موش في الدولة الانجليزي جايب 16 جول وعمل 6 أسس يعني مساهم في حوالي 22 جول ده طبعا رقم قليل بالنسبة لمحمد صلاح ورقم اللي ما تعودناش علينا محمد صلاح في كل موصب لي مع نادي ليفر بول فانا بتمنى ان محمد صلاح يرجع بس ده رقم كويس يعني نتيجة للعيبة نادي ليفر بول ان هو اللعيب الاكثر احرازا للأهداف يعني ومساهمة في الأهداف لنادي ليفر بول فده رقم كويس لمحمد صلاح طبعا بس احنا طبعا مش عايزين احنا كمصريون كناز بنحب المحمد صلاح عايتين يكسر الأرقام القياسية وانا بتمنى ان محمد صلاح يرجع لمستوى الطبيعي والحمد الله في اخر ماتشين تلاتة قبل التوقف رجع لمستوى فانا بتمنى ان مستوى يرجع زي زمانه احسن كمان اما محمد صلاح في الشامبينز ليج لعب تمام ماتشات جايب اربعة جوان وده رقم طبعا يعتبر ضئيل شوية مكاناتهم باللعاب الكوبار زي ليفندوسكي وهلند ومبابي وميسي فانا بتمنى ان محمد صلاح يشد حلو اكتر ويجيبك جوان احسن طبعا ليفر بول خرجت ضد قتلتكم مدريد في الماتش طبعا المفاجأة لنا كلنا فان شاء الله السيزون الجاي يجيب جوان احسن من كده بكتير وعلى فكرة معلومة ان محمد صلاح تاني اكتر لعب تسجيلا فانا بتمنى ان دايما محمد صلاح يبقى احسن لعيب في العالم ويا رب دايما يكون من تقدم وتقدم انا هو قلت ارقامي محمد صلاح يلا بينا نشوف ارقام ساديو ماني ساديو ماني بالنسبالي احسن من محمد صلاح بالارقام حتى هتشوفه دلوقتي مين احسن ساديو ماني لعب 26 ماتش في الدولة الانجليزي جايب 14 جول ومساهم وعمل اسست في سبعة جوان يعني مساهم في حوالي 21 جول ده رقم اقل طبعا من محمد صلاح انا هقول السبب ان ساديو ماني حصلت له اصابة فده يعني فيه ماتشوت مالعباش ماتشين او ثلاثة وبرضو محمد صلاح في نفس الشيء دي معلومة ان محمد صلاح برضو جات له اصابة مالعبش ماتشين او ثلاث ماتشوت في الموسم وكان من امامه ماتش مانشستر رونات الدول الاول فطبعا ماني من اللعيبة اللي بتفرق في الملعب وخاصة في القوة الهجوم والدفاعيا والدوشن مع اللعيبة التانية فمحمد صلاح يطوي اقل من ساديو ماني في حتة الدفاع فانا بالنسبة لي ماني احسن اما في الشامبينز ليج ماني اللي يعيب تاو الماتشوت جايب ونين بس وده رقم قليل طبعا ما عودناش عليه اسد التيرانجا فانا بتمنى ان ماني رجع المستوى الطبيعي وانه شد حلو اكتر ويجيب الجوان اكتر بس ساديو ماني من اللعيبة اللي بتداعي الدفاعات جدا من احسن دفاعات العالم ماني دايقهم هو من اللعيب اللي بتاع التحامات قوية وبيرجع يدافع معلومة ليه ساديو ماني سعره دلوقتي مية وخمسين مليون يورو ويعتبر نفس سعر محمد صلاح بس طبعا ده ارتفاع سعر ماني السنة اللي فاتت كان فيه كلام ان ريال مادريد عايزة تضم والصفوفها بمية وعشرين مليون يورو فطبعا سعر كويس او انه سعره يعمل انكريز تلاتين مليون يورو وده طبعا رقم كبير جدا فانا بالنسبة لي ساديو ماني احسن انا اتكلمت عن صلاح وهو اتكلم عن ساديو ماني فعشان تحلوا المشكلة اللي ما يبيني وما بينك مو اكتبوا في الكومنتال بالنسبة لك مين احسن ساديو ماني ومحمد صلاح وانا في الحلقة الجاية هقول وجهة نظركم في الحلقة الجاية فحنخش في الموضوع التاني في حلقتنا النهاردة وهو موضوع تفشي مرة كورونا طبعا العالم كله بقارئ اسبوعين او تلاتة ما فيهوش خبر غير تفشي مرة كورونا مرة كورونا ابتدى يظهر شوية في اسبانيا وشوية في إيطاليا فابتدت السلطات الاسبانية والإيطالية تقول ان مفيش حضور جمهير واشهر ماتش طبعا كان اطالنطا وفالنسيا ويوفنتوس وليون ان حضر مفيش جمهير طبعا الجمهير محبتهش للمنظر منظر طبعا مش الزريف كان فيه ماتشوك جمدة جدا بيجيع منها المتعة الكروية زي في الدولة الإيطالية زي يوفنتوس وإنتر وده كان من اقوى الكلاسيكوهات اللي في إيطاليا طبعا المتعة راحب منها ويوفنتوس كسب فالمتعة راحب فكل الجمهير رفضت الموضوع ده وفيه نقا وقلاء لعيبة نادي داخل فالنسيا قالوا ان فيروس كورونا جالهم بسبب نادي اطالنطا لما جاي وجيهم في اسبانيا نقل الفيروس للعيبة نادي فالنسيا فالسلطات لما سامعت الكلام ده قررت الويفا انها تتشابيوزلي تأجلوا هي واليوروبا ليك وبرضو في الدوريات العالم برضو أجلوا الدوري لحين المسمى هو طبعا كان الـ 14 ابريل بس بعد ما شافوا ان الارقام في دزاق كبير قالوا لحين مسامعا لما الفيروس يقل شوية وبرضو الويفا ما خدت القرار تاني ان هي أجلت يورو 2020 للسنة الجاية ان شاء الله وبرضو الكوبة امريكا برضو تأجلت لـ 2021 ان شاء الله فطبعا دي حاجات احنا كلها ما نتمنياش ونتمنى ان الفيروس ده يخلص وبرضو في خسائر اندية كبيرة زي نادي برشلونا خسر خمسة مليون يورو في ماتش واحد عشان كان ماتش بدون حضور جميل وده كان في الدولي مش في الشامبينز دي فالطبعا رقم كبير جدا خمسة مليون يورو عشان كده الإدارات طلبت اللعيبة ان هي تخفض شوية رواتبهم فزي نادي برشلونا خفض رواتب اللعيبة حتى بقى نصر وفي ناس طبعا تقلت اني ميسي رافض وميسي مش رافض بس ميسي طلع بقرار رسمي ان لعبت نادي برشلونا وفعلا تطبقت ان اللعيبة بتاخد نصر ويغطبهم ودي طبعا حركة كويسة من اللعيبة ان هما بيحسوا بالنادي اللي هما بيلعبوا فيه طبعا ان دي مفيش دلوقتي خلاص بنكسب انه ياخد فلوس مفيش كورة مفيش حتى السبونسرز مفيش اي حاجة وانا بدي حركة كويسة من اللعيبة وانا بتمنى ان فارس كورونا يمشي وكرة تحيد زي زمان دلوقتي ان حسأل سؤالين انتو حتجاوبوا عليهم في الكومنتات وانا حقول اسماء الناس اللي جابت على السؤال صح السؤال الاول من هو اللعب المدقب ببليل ابيض؟ السؤال التاني ما هو اكبر استاد في العالم؟ انا اقولتلكو في اول حلقة ان في مفاجأة انا هقولوكو بقى المفاجأة المفاجأة ان ده المرشي بتاعي اللي عايزو يكلمني انا هسيب اكاونت الانستجرام والفيسبوك بتاعي في اول كومنت تحت ويا رب الحلقة تيجبكم ما بقى دايما عند قصنا زنوكو لا تنسوا اللايك والسبسكرايب وتاني مرة اقولكم عوضوا في بليت رباني عفزنا واحفزكم مع السلامة